اشتركوا في القناة 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 هتبدأ تظهر معي الصفة المتنحية في افراد الجيل التاني بنسبة كام 25% ماذا تعني كل عبارة من العبارات الاتية رقم واحد ظهور جميع افراد النسل تحمل صفة احد الاباء عند تزوج فرضين نقيين مختلفين في زوج واحد من الصفات المتقابلة طب ما لسا يلين احنا قلنا والله عندنا دي صفة نقية تمام سائدة نقية ودية سائدة ايه ودية اللي هي متنحية ايه نقية يبدي عندي تاني صفة اللي هي سائدة نقية ودية صفة متنحية نقية عملت عملية تزوج بينهم طلع اللي هنا افراد اللي هو الجيل الاول مين اللي ظهر عندي صفة مين احد الافراد فقط اللي هي اللون مين الكرموزي واختفى عندي مين اللي هي مين اللي هو اللون مين طب ده بيدل على إيه والله بيدل على السيادة التامة إيبا ده بيدل على مين على السيادة التامة رقم اثنين عدد الأظهار ذات الموقع الإبطي اللي هو الجانبي في نبات بازلاء الخضر أقصر ثلاث مرات تقريبا من عدد الأظهار ذات الموقع الطرفي بالنسبة لشكل الشتلات الرئيسية إيه اللي احنا فهمنا من كلام ده فهمنا من كلام ده إن الأظهار اللي هي ذات الموقع الإبطي أو الجانبي ديتنا بتسود على مين بتسود على اللي هي الأظهار ذات الموقع مين الطرفي طب عرفنا إزاي لأن هنا قال لي إيه قال اللي هي ذات الموقع الإبطي أكتر ثلاث مرات من إيه من اللي هي الأظهار ذات الموقع مين اللي هو إيه الطرفي يبقى عندي كده لما نبص كده في أفراد الجيلة التانية زي ما احنا شايفين أنا عندي هنا الصفة السائدة زي ما احنا شايفين طلعت بنسبة كام تلاتة والمتنح كام واحد يبقى معنا كده ان الصفة السائدة هكون قد 3 مرات من الصفة المتنحية يبقى معنا الكلام ده ان اللي هي الازهار اللي هي الاولانية اللي هي ذات الموقع اللي هي بتحمل صفة مين تحمل صفة سائدة يبقى دي هي صفة سائدة اما اللي هي الازهار ذات الموقع الطرفة دي بتحمل صفة مين صفة اللي هي متنحية وطبعا تبع اللوة قانون مندل اللوة الاول زي ما احنا شايفين طلعت النسبة قدامي كان بنسبة 3 الايه الى 1 3 ساعد واحد مين اللي هو متنحي الشكل المقابل يوضح الافراد الناتجة من تزاوج زكر وانسة حشر دروسوفيلا كلاهما طويل الجناحين يبقى هما الاثنين طويل الجناحين فسر سبب ظهور صفة جديدة في الافراد الناتجة وما نسبة ظهور هذه الصفة بالنسبة لجميع الافراد الناتجة يطرى النسبة يكون كام دلوقتي قال لي انا اللي اباوين مالهم كلاهما طويل الجناحين ويطلع صفة جديدة يعني مش شكل مين شكل الاباء معنى كده مش هينفع اعمل واحدة سعيدة واحدة ايه متنحية لان هنا اصلا قال لي ايه قال لي كلاهما طويل الجناحين يبقى معنى كده يخلي هما الاثنين لازم يكونوا هاجين عندي يبقى عندي اللي هو الفرد الاولاني الفرد الاولاني انا افترض مثلا هو طول الاجناحة ده اللي هو تي كابيتل يبقى الاولاني تي كابيتل تي سمول والتاني زيه تي كابيتل تي سمول طبعا هما الاثنين دلوقتي ايه طويلة الاجناحة ايه هاجين تمام هتطلع الامشاج طبعا ده اللي هو بي هتطلع اللي هو الجي الامشاج انا عندي طبعا الاثنين مختلفين فهنا هتزلهم هما الاثنين يبقى ده الاولاني وده اللي هو التاني هنا نفس الكلام عندنا ده المشيج الاول ده المشيج التاني بعد كده عشان اطلع اللي هو F1 اول مع اول يبقى T capital T capital اول مع تاني capital small تاني مع اول وابدأ بcapital capital small التاني مع التاني الاثنين small لما اجبص كده انا عند التلاتة دولت ايه كده اللي هو طويل الاجنح طويل الاجنحة وعند ده اللي هو كام 25% قصير الاجنحة قصير الاجنحة يبقى فعلا ظهرت عندي ايه صفة جديدة طبعا طويل الاجنح نسبته كام 75% يعني من نسبة التلاتة الى ايه الى واحد يبقى هنا لما يقول هنا فسر سبب ظهور صفة جديدة في الافراد النتجة وما نسبة ظهور هزي الصفة بالنسبة لجميع الافراد النتجة طبعا النسبة زي ما احنا شايفين طلع كام اللي هي الصفة الجديدة اللي هي مين قصر ايه الاجنحة اللي هي نسبة كام 25% 25 ايه في المية لان هنا الاب اللي بقى هنا طويل الاجنحة والتاني برضى طويل ايه الاجنحة بس هما الاتنين هاجين طلع له هنا نسبة كام 3 ايه 3 الى واحد فلما يقول لي هنا نسبة ظهور اللي هي الصفة دي تقول له كم 25% بالنسبة طبعا لجميع ايه الافراد النتيجة على الشأن اللي هي الافراد النتيجة اللي هي طالع قدامي كم ادو 1 2 3 4 بس ما جاي بص للصورة هنا ادو 1 اعد الافراد النتيجة عندي ادو 1 2 3 4 5 6 7 8 بس اللي طالع عندنا كم اربعة بس طب انا اعمل ايه انا دولة الاربعة اللي هي قدامي دي احنا قولنا الاربعة دولة نهو عند صفة اللي هي سائدة سائد ومتنحي تمام احنا هلنا السائد كم نسبة 3 المتنحي كم 1 دول مجموحهم كم مجموحهم اربعة بس انا دلوقتي اعوزهم يطلعوا كم اعوزهم يطلعوا تمانية فاضرف اتنين لو انا ضربت دا في اتنين هيطلع لكم هيطلع لست ولو ضربت ادف اتنين هيطلع لكم هيطلع لتنين تمام طيب هو بيسألنا على مين على الصفة المتنحية اللي هي الصفة الجديدة يبقى هنا العدل بتاعهم كام اللي هما فرضين يبقى عندي هنا عدد الافراد اللي هي طالعة دي هقول له اتنين اللي هي بنسبة كام تلاتة الواحد زي ما احنا قلنا الواحد متنحي لونا ضربته في اتنين هيطلع لي كام هيطلع لي اتنين يعني نسبة هنا اللي هي اللي احنا قلنا عليها نسبة كام خمسة وعشرين في المية لو هو عاوز عدد الافراد هقول له كام هقول له فرضين فرضين اللي هو قصير الاجنحة حتى بينا في الصور عندنا انا عنده طبعا ده اللواء قصير الاجنحة وعنده ده اللواء مين قصير ايه الاجنحة اما الباقي عنده اللواء 6 اتنين ده ايه طويل ايه طويل الاجنحة الشكل المقابل يوضح تهجين نبات بازلاء كرموز الازهار اللي قدامي ده مع اخر ابيض الازهار اللواء قدامي ده تعالنا نعملها لديه مسألة كده وعدنا نكملها مع بعض عندي هنا بنفس الترتيب كده اللواء مدهوني عندي هنا طبعا ده كرموزي مع اللي هو النبات مين الابيض ابيض الازهار طبعا ده اللي هو مين اللي هو بيون هنطلع لها المشاجع عندنا اللي هو جي الاتنين شكل بعض ااخد واحد من هنا الاتنين شكل بعض ااخد واحد من هنا بعد كده عندنا اللي هو اف وان الجيل الاول افراد الجيل الاول ده مع ده بس ابدأ بي كابيتل يبقى كابتال اسمول طبعا اللي طالع عند ده كرموزي اللي ازهار النسبة كام مية في المية ناخد اللي هم اتنين من دول كده ونعمل عملية تزاوج فيه اللي هو افراد اللي هو جيل التاني يبقى عندي بيتو باتنين عند هاخد فرضين اركابة الار اسمول مع اركابة الار اسمول هنطلع بعد كده عندنا اللي هو جي اتنين جي اتنين اللي هي الامشاج الاتنين مختلفين هنزلهم هم الاتنين ده المشيج الاول ده التاني هنا نفس الكلام الاولاني والتاني هطلع اللي هي افراد الجيل التاني اف اتنين اول مع اول يبقى كابتال كابتال اول مع تاني كابتال اسمول تاني مع اول وابدأ بكابتال كابتال اسمول التاني مع التاني الاثنين ارسمول تعالوا نشوف النسب كده انا عند ده اللواء ابيض الازهار نسبته 25% التلاتة دول قرموزي وده نسبته كام 75% النسبة طلعت 3 الى ايه 3 سايد واحد ايه وتنحي تعالوا نشوفوا عاوز ايه بقى كده في بول هنا رقم واحد حدد الطرز الجينية والمظهرية للأفراد رقم واحد واثنين واحد واثنين اللي هو مين اصلا اللي هي افراد الجيل الاول افراد الجيل الاول تعالوا نمصع الجيل الاول الجيل الاول قدام يوه ده كل الجيل الاول طالع حاجة واحدة بس ار كابتل ارسمول تمام ده الطرز الجيني الطرز المظهري اللي هو ايه كرموزي فهنا اقول له هنا اللي هو هيكون الافراد ار كابتل ارسمول الطرز المظهري بتاعه ايه كرموزي رقم اتنين ما الطرز الجينية النقية في النقية في الجيل الثاني وما نسبتها دي أفرد الجيل الثاني قدامي نحن دي رأيت عزيزين مين نجيب اللي هي الطرز النقية يعني نقية يعني الأمشاج هنا شكل بعضها يعني اتنين كابتل ده اسمه ناقي ده اسمه سائد ناقي وعندي هنا اتنين سمول برضك ده اسمه متنحي ناقي تمام طيب هما كلهم كان فرد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة طيب اللي أنا دلوقتي عشورت عليهم ادي واحد ودي التاني ده الناقي بالنسبة لنا دول عددهم كام عددهم اتنين اتنين من اربعة يعني كام يعني النسبة كام يعني نسبة خمسين في المية يبقى عندي هنا الأفراد النقية عددهم كام عددهم اللي هي فرضين فهنا بيقول لي ما الترز الجينية النقية نحن دلوقتي عاوزين نجيب الترز الاول والله الطرز الاولين اللي هو مين ار كابتل ار كابتل والتاني ار اسمول ار اسمول يبقى عندي الاولاني كابتل كابتل التاني اسمول اسمول ده أول حاجة وما نسبتها أنها كان 50% يبال نسبة بتاعتها كان 50% في السيادة التامة تظهر الصفة السائدة في الجيل الثاني بنسبة 50% عند طوارس زوج واحد ناقي من الصفات الوراثية المتقابلة ما ده صحة العبارة مع التفسير يا لكلام ده صح يعني لما أجب بص كده على أفراد الجيل الثاني أفراد الجيل الثاني ده الجيل الثاني عند إفتوها هل كده الصفة السيادة طلعت معي بنسبة اللي هي 50% ولا 75% ده المفروض 75% فإذا العبارة أقول له إيه عبارة غلط يبقى أقول له عبارة خاطئة المفروض طبعا النسبة تطلع لكام نسبة كام 75% يبقى عندي أفراد اللي هي الجيل الثاني زي ما احنا شايفين هيطلع معي بنسبة 3 الواحد 3 ديها اللي هي مين الصفة السائدة اللي هي مثلا لونه كرموزي نسبة كام 75% أما اللي هي الصفة المتنحية تطلع لبنسبة كام 25% الشكل المقابل يوضح الجيل الناتج من تزاوج زاكر دروسوفيلا طويل الجناحين مع أنسى دروسوفيلا مختزرة الجناحين اللي هي قصيرة الجناحين علما بأنه يرمز لجين طول الجناحين بالرمز اللي هو تي كابيتل طب تعالوا بص على الرسمة كده الأول أنا عندي ده زاكر طويل الجناحين ده أنسى قصيرة الجناحين طلع لي هنا أفراد الجيل الأولين كله زا ما احنا شايفين طويل الجناحين معنى كده الصفة اللي هي طول الأجنحة ديها صفة ايه صفة سائدة بدليل أنها ظهرت فين في جميع أفراد من الجيل الأول يبقى ظهرت هنا في جميع أفراد الجيل الأول بالنسبة كان مية في المية معنى كده أن الهنا اللي هو في البداية اللي هو الزاكر ده كان عبارة عن تي كابيتل تي كابيتل والأنسى ديها اللي هي تي سمول تي سمول تعالوا نعملها كده عليها مسألة أفضل نعمل عليها مسألة يبقى عندي كده اللي هو بداية السؤال كان عندي تي كابيتل تي كابيتل مع تي سمول تي سمول الاولان ده هو طبيعي الجناحين ده الزكر وده اللي هو قصير الجناحين اللي هي مين الانسة تمام طبعا ده اللي هو بي ون الاباء هيطلع اللي هنا مين طعلا نطلع اللي هي الامشاج هناخد واحد من هنا عشان الاثنين شكل بعض وناخد واحد من هنا عشان الاثنين شكل بعض بعد كده هيطلع للي هو F1 ده معده يبا تي كابيتل T small طبعا ده اللوة طويل الجناحين ونسبته هنا كام مية في المية طبعا ده اللوة ظهر قدامنا هنا تمام يبقى ده اللوة مين طويل ايه لاجنحة هناخد فرضين من دول كده ونعمل عملية تزاوج تاني يبقى عندي اللوة بيتو هناخد فرضين تي كابتل تي سمول مع فرض تاني زيه تي كابتل تي سمول تمام طبعا الاتنين دول عبارة عن ايه عبارة عن افراد طويلة ايه الاجنحة هنطلع اللي هو جيه اتنين الاتنين هنا مختلفين هنزلهم هما الاتنين ده المشيج الاول وده التاني ده الاول وده التاني بعد كده هنجيب اللي هو افتو الجيه التاني اول مع اول يبقى تي كابتل كابتل اول مع تاني كابتل تاني مع اول وابدأ بالكابتل التاني مع التاني طبعا ده قصير الأجنحة والتلاتة دول طويل الأجنحة نسبة 25% قصير نسبة 75% اللي هي طويل الأجنحة تعالوا نشوفوا عاوزي بقى كده رقم واحد الطرز الجينية لآباء الجيل الثاني لآباء الجيل الثاني قدامهم ده اللي هم جيل الثاني ده الآباء قدامهم يبقى ده وده يبقى أول للأولاني تي كابتل تي سمول تي كابتل تي سمول الحاجة التانية نسبة الأفراد طويلة الجنحين والأفراد مختزرة الجنحين اللي هي جيلة الثاني نحن نسألين والله اللي هي مختزرة الجنحين نسبة كام 25% طويلة الجنحين نسبة كام 75% يبقى بنسبة 25% اللي هي طولة الأجنحة 75% واللي هي مختزلة الأجنحة كام نسبتها كام 25% عند تهجين نبات بازلاء بزوره صفراء ملساء مع نبات آخر بزوره خضراء مجعدة كانت أعداد النباتات في الجيل الناتك الاتي 265 بزراء صفراء ملساء 273 بزراء صفراء مجعدة 258 بزراء خضراء ملساء 264 بزراء خضراء مجعدة زي ما احنا شايفين كده الأرقام قريبة من بعضها يعني كلها متينات حاجة وخمسين أو حاجة وستين أو حاجة وسبعين يعني كلها ايه قريبة من بعضها يبقى معنا كده هنا عشان نعمل عملية اللي هي تلقيح بين النباتين دول أو تزاوج بين النباتين دولة نوع مش هخلي هنا الصفات هنا اللي هي ايه اللي هي نقية لازم أخليها ايه اللي هي ايه هجينة يعني عندي ايه نحنا عارفين طبعا اللي هو اللون الأصفر بيسود على مين على الأخضر تمام وعند اللي هي الملساء بتسود على مين على المجعدة فخلي اللي هو الأصفر والملساء ده هيكون ايه اللي هو هجين يبقى عندي عملية بالشكل ده يبقى عندي اللي هو الفرض الأولاني اللي هو الأصفر ده هرمزه بالرمز Y capital Y capital تمام ومعا Y small اخليها هجين تمام والحاجة التانية عند اللي هي مين اللي هي الملساء اللي هو هرمزه بالرمز Y capital S small ده الفرض الأولاني مع الفرض التاني اللي هو مين اللي هو خضراء مجعدة اخليه كله small اللي هو هيكون اللي هي Y small Y small S small S small ده طبعا هي خضراء مجعدة وده طبعا أصفر M less تعال نعملها كده عليها مسألة طبعا ده بالنسبة لنا اللي هو ال B هنطلع اللي هو ال G لمشاج هنا بالنسبة للمشاج هنا هعملها ازاي نركز مع بعض هناخد الأول مع الأول أول مع أول ده بالنسبة لأول وتاني أول تاني هاخد أول مع أول يعني capital capital ده أول مشيق عندنا بعد كده أول مع تاني capital small بعد كده التاني مع الأول بنفس الترتيب small capital بعد كده small مع small التاني مع التاني small small هنيجي هنا الفرض التاني ده هنا الاتنين شكل بعضه هنا الاتنين شكل بعضه أخد واحد منهم بس واحد من ده واحد من ده يبقى small small تمام لحد كده كويس بعد كده هنطلع مين اللي هو F1 هنطلعوا ازاي نركز مع بعض كل واحد من ده هعملوا ما ايه مع الأحمر ده مرة يعني ده مع ده ده مع ده ده مع ده ده مع ده يلا بنا كده يبقى ده مع ده يبقى capital small capital small ده أول فرض بعد كده ده مع ده عندي capital ها small 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 بعد كده ده مع ده small small capital small ده مع ده small 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 تعالوا نشوفه هوا زي بقى هوا في ضوء النتائج السابقة مع الطرز الجينية المتوقعة للأباء فبقول له هنا الأباء يطرها هيكون الطرز بتاعتها ايه ما احنا عملنا ده هذه الترز اللية جيني بتاعت تاعت من مين بتاعت الإباء ده اللي هو أصفر أملس وده اللى هو مين أخضر ايه مجعد دي الأباء يبدأ الصفر أملس هنا أصفر بس هنا ايه مجاعد اصفر مجاعد اللي عندي هنا طبعا ده اللي هو هيكون اخضر وفي نفس الوقت هنا فيه جين اللي هو كابتل وهو اللي هو اس كابتل ده اللي هو بير مظلمين لأيه الاملس يبقى ده اخضر ايه املس هنا كله طبعا اسمه اللي معنى كده ده عبرا ايه اخضر مجاعد طبعا النسب زي ما احنا شايفين طلع بنسبة واحد الى واحد الى ايه الى واحد الى ايه الى واحد يعني النسبة 25% يبقى 25% كل حاجة كام 25% الربع يعني لانهم طلعين لأيه اربع افراد طب لما اجاب بص كده احنا قلنا اتفاقنا ان الارقام ديات قريبة ايه من بعضها يعني ده بالنسبة لنا كده يعتبر اللي هو واحد كل حاجة من ديات ايه واحد لان ديات بقول ايه نسب تقريبية يبقى عندي واحد الى واحد الى واحد دي نسب ايه تقريبا يعني النسب ايه تقريبيا يبقى العباء اللي عنده هنا اللي هنا مطرز الجهنية المتوقعة للأباء هنكتبهم كده مع بعض الاولاني اول حاجة عندنا اللي هو واي كابيتل واي سمول كابيتل سمول الحاجة التانية الفرض التاني الاتنين سمول كل سمول طبعا الاولان ده هيكون عبارة ايه الاولان ده اصفر بزور صفراء ايه ملساء املس والتاني ده هيكون اخضر ايه مجاعد اخضر مجاعد الجدول التالي يوضح التحليل الوراثي لتهجين صور بني طويل القرون مع بقرة بيضاء قصيرة القرون علما بان جين اللون البني اللي هو بي كابيتل سائد على جين اللون الايه الابيض يبقى عند البن ده اللي هو ايه هرمزه برمز مين بي كابيتل تمام طبعا ده صفة سائدة والابيض ده اللي هو صفة ايه متنحية وعند كمان جين طول القرون اللي هو ايه ام كابيتل طويل القرون هيكون ايه اللي هو ام كابيتل سائد على مين جين مين قصر ايه قصر اللي هي القرون هنا ما يديني جدول فهنا بيقول لنا رقم واحد استنتج الامشاج رقم واحد واثنين تعالوا نبص كده على الشكل قدامنا هنا طبعا هنا ديت عبارة عن اللي هي الامشاج المزاقرة وديت عبارة عن اللي مشاجمين المؤنسة رقم ثلاثة ده ممكن نجيبه لو انا خدت ده مع ده يبقى عندي اللي هو ثلاثة ده عبارة عن بي كابيتل بي كابيتل بي سمول بعد كده ام كابيتل ام سمول هنيجي هنا ده مع ده انا عندي هنا في بي سمول هنا في بي سمول هيتفضل لي مين هيتفضل لي بي كابيتل يبقى هنا بي كابيتل تمام طيب ال 2022 وрастنا من mission's level ربما نقدر احتمل tradition اتق данضي وجدنا الم تقدم الامد الامد دلوقتي المشكلة فين في رقم اتنين ورقم مين ورقم خمسة طب انا اجيبهم ازاي هنبص كده على اول هو ايه ده مش دي معناها علامة مذكرة يعني امشاج مذكرة يبلفه دي عبارة مين عبارة عن امشاج ايه مذكرة تمام والامشاج المذكرة اللي هي بتاعت مين بتاعت الصور وهو قال لي هنا ايه في السؤال قال لي هنا تهجين صور بني طويل القرون لما اجيبص كده هلاقي هنا اللي هو البني اللي هو رمزه مين اللي هو بي كابيتل هبص هنا لقي هنا في بي كابيتل وهنا في ايه بي سمول معنا كده ان الصور اللي قدامي ده هيكون رمزه ايه بي كابيتل بي سمول ده اول حاجة بالنسبة مين لللون ايه اللي هو البني طب تعالوا نشوف اللي هي الكرون كده هو اللي طويل الكرون طيب ان عنده هنا في ام كابيتل صح وعنده هنا في ايه ام سمول يبقى ام كابيتل ام مين ام سمول ده اللي هو مين اللي هو الصور يبقى احنا دلوقتي جبنا مين جبنا الصور طبعا الفرض اللي قدامي ده ممكن اجيب منه الامشاج هجيبها ازاي؟ تعالوا نعملها مع بعض كده برا يبقى عنده دلوقتي الامشاج عشان اطلحها منه منطلة بساطة هطلحها ازاي؟ هنكتب كده اللي هو التركيب اللي احنا جبناه بي كابيتل بي سمول ام كابيتل ام سمول جميل اوي نركز مع بعض بقى ده بالنسبة الاولاني وده التاني اول تاني هاخد الاول مع الاول يبقى بي كابيتل اه ام كابيتل ده اول مشيج المشيج التاني اول مع تاني البي كابيتل اه ام مين ام سمول بعد كده التاني مع الاول اه كابيتل وبعد كده ده مع ده التاني مع التاني اسمول اسمول تعالوا نشوف بقى كده ايه اللي موجود و ايه اللي مش موجود تعالوا نبص كده قدامنا عندي كابيتل كابيتل موجود قدامي هنشربه خلاص اه كابيتل اسمول كابيتل اسمول موجود قدامي بعد كده اسمول كابيتل اسمول كابيتل موجود قدامي هيتفضل لمين? هيتفضل لده هو ده اللي احنا نكتبه يبقى ده بي سمول ام يبقى اللي هو رقم اتنين ده بي سمول ام يبقى احنا دلوقتي جيبنا مين رقم مين رقم اتنين. هيتفضل لمين رقم مين رقم خمسة هنجيبه ازاي? ده مع مين مع ده? تعي الله بينك كده. يبقى سمول سمول. بعد كده ام سمول ام سمول. طمام مسألة صعبة. عشان تجي النزاديات. يبقى احنا دلوقتي جبنا مين اللي هي? اللي اتنين وكام وخمسة. فبقول اللي هنا استنتج الامشاج رقم واحد واتنين. واحد احنا قلنا عليه اللي هو قدامي اهو. واتنين اللي هو قدامي اهو. تمام? ده بالنسبة ايه للسؤال الاولاني? رقم اتنين. ما الطرز المظهرية للافراد رقم تلاتة. فين رقم تلاتة? رقم تلاتة قدامي اهو. عوز مين الطرز المظهري. يعني شكله ايه? انا عندي هنا فيه حرف كابيتل صح? يبدأ ايه? بيرمز مين للبني. يبدأ عبارة عن اللي هو ايه? بني. طيب. والام كابيتل ده بترمز مين لطويل مين? الاجنحة. يبدأ عبارة عن مين? اقول له. بني طويل. طويل ايه? طويل اللي هي القرون. مش الاجنحة القرون. ورقم خامسة فيه الرقم خامسة? رقم خامسة قدامي اهو. طبعا كل سمول زي ما احنا شايفين. طبعا سمول ده معنا كده انه ايه? ده اللي هو اللون ابيض وفي نفس الوقت ايه? قصير ايه? القرون. يبقى ابيض. قصير. القرون. رقم ثلاثة. ما الطرز الجيني والمظهري للفرد رقم اربعة? رقم اربعة قدامي ايه? طرز اول حاجة اللي هو الجيني الجيني قدامي ايه? خلاص. تمام? ايه المظهر ده? يعني شكله ايه? طب تعالوا نبص كده تقول سمول. والاتنين لما يكون سمول هيكون ايه? اللي هو ابيض. يبقى ده اللي هو مين? ابيض. وهنا فيه واحد كابيتل. طب الكابيتل ده الام كابيتل ده بترمز المين اللي ايه? طويل الكورون. فاقول له ابيض طويل الكورون. ابيض طويل ايه? الكورون. في نبات البنجر عامل الجزور المنتفخة اللي هو ام كابيتل سائد على عامل الجزور اللي هي الضعيفة. وعامل اللون الاحمر ار كابيتل سائد على عامل اللون الابيض. استنتج الطرز الجينية والمظهرية الناتجة عند تهجين نباتين لهما التركيب الجينية اللي هي قدامي ديت. موضحا نسبة ظهور نباتات ذاتة جزور منتفخة بيضاء. تعالوا نعملها كده على هيئة مسألة. فنكتب كده اللي اتنين اللي قدامنا كده زم هما. اول واحد ده عندي اللي هو ام كابيتل ام سمول. الاتنين مع الفرض التاني اللي هو ام كابيتل ام سمول ار كابيتل ار سمول. تمام? طيب. تعال نشوف كده اللي هو اللي طبعا ده بالنسبة لنا اللي هو مين? اللي هو بي ون. طبعا اللي قدامي ده اول حاجة كده اللي هو الام ده هو اللي هنا اقل لي ايه? اللي ام ده ايه? اللي هو صفة سائدة. فمعنى كده اللي هو الام اللي قدامي ده هيكون عبارة عن بزور. الجزور بتاعته ايه? منتفخة بيضاء. يبدأ منتفخة. بيضاء. عند اللي هو الحاجة التانية عند ديتنا. اللي هو طبعا فيه ام عنده هنا. فدي برضك منتفخة. بس هنا في ار هنا يبدأ منتفخة ايه? حمراء. يبدأ عبارة عن اللي هي الجزور منتفخة. حمراء. تعال بان اعملها لات مسألة كده. هنطلع اول حاجة اللي هي جي. اللي هي لمشاج. هنا يطلعها ازاي? طبعا اخد هنا طبعا الاتنين دول شكل بعض. فاخد واحد ده معده. وده معده. يبقى عندي هنا ام كابيتل ار سمول. بعد كده ده معده اللي هو سمول سمول. ده كده اول ايه? امشاجة. تعال نجيب هنا طبعا ده هيطلع الاربع امشاج. فده بالنسبة لنا اول تاني اول تاني. هاخد الاول مع الاول. يبقى ام كابيتل ار كابيتل. وعندي بعد كده. ده اول ماشيك. اول مع تاني كابيتل سمول. التاني مع الاول بنفس الترتيب. سمول كابيتل. التاني مع التاني الاتنين سمول. بعد كده هعمل ايه? نركز مع بعض. انا ده بالنسبة لكده ده مع الاربع دول. وده مع الاربع دول. يعني مفروض يطلع لي كم? يطلع لي ثمن افراد خلي بنا. فهنبدأ كده باول حاجة كده اللي هو ده. مع اللي هو ده. يبدأ مع ده مره مع مع ده مره. ما ايه? مع كل واحد مره كده? يلا بينا كده. يبقى عندي هنا كابيتل كابيتل. طبعا ده اللي هو ايه? اللي هو عف. امي كابيتل? اه امي كابيتل. ار كابيتل. ار سمول. ده اول فرض. الفرض التاني. عندي بعد كده. ده مع مين مع ده? كابيتل. بعد كده الاتنين الفرض التالت ده معده بعد كده نحاول نركز عشان ما لغلطش ده معده بعد كده الاتنين دول الاول ايه اربع افراد بعد كده ده مع الاربع دول تاني يبدأ معده كده ابدأ بيه يبقى عندي ام كابتل ده سمول ده خلي بنا يبدأ ام كابتل ام سمول يبدأ سمول عشان ما نغلطش هنشتوب عليه هون نعملها تاني يبقى عندي ام كابتل ام سمول وبعد كده اللي هو ار كابتل ار سمول ده معده يبقى عندي كابتل سمول الاتنين سمول بعد كده ده معده الاتنين سمول وبعد كده كابتل سمول هو هنغلط عشان لو غلطنا في واحدة هنقعد نعيد تاني بعد كده كل سمول يبقى عندي اللي هو ام سمول ام سمول ار سمول ار سمول ده اللي هو طالع عندنا طيب حلوة وعوز يبقى قال لي هنا موضحة نسبة ظهور نباتات ذاتة جزور منتفخة وبيضاء منتفخة وقال لي هنا ايه قال لي منتفخة فيها مين حرف مين حرف الاول ام كابتل يعني هندور على ام كابتل كده الاول فانا عندي بس هنا الاتنين مع بعض خلي بالنا منتفخة وفي نفس الوقت ايه بيضاء طب البيضاء اللي هي مين اللي هي ار سمول خلي بالنا ار سمول يبقى ام كابتل مع ار سمول يبقى ده فرض بالنسبة لنا تمام ام كابتل وار سمول قدامي اهو كمان ده فرض تاني ده التاني اهو وبعد كده ام كابتل وار سمول قدامي ادي التالت في حاجة تاني يبقى هم دول فقط يبقى عندي هنا عددهم كام تلاتة طيب هما كلهم طلعوا كام فرد هنا فيه أربعة وهنا فيه أربعة يعني كام تمانية يعني النسبة كام تلاتة على كام على تمانية ثلاثة على تمانية لما أجل أسمها بالقل الحسب بتاعتها تطلع حوالي 37 ونص في المية يبالنسبة كام 37 ونص جبناها إزاي عدد كام فرد اللي هو أقل عليه تمام بيضاء ومنتفخ جزور بيضاء منتفخ وهم كلهم كام تمانية بقى سامت ثلاثة على كام تمانية هيطلع معايا كام سبعة وثلاثين ونص تعال نحل مع بعض كده ألمات جديدة من الأسئلة موجودة صفحة اتنين واربعين معنا هنا اختار إجابتين رقم واحد أي مما يلي يمكن استنتاجه من خلال تجارب مندل تعال نشوف كده الاختيارات رقم ألف الصفحة السائدة تظهر بطرازين جينيين ايه رأيكم صح والله طبعا صح وزال فل طب ازاي والله عندنا اللي هنا بكلم مثلا على اللون القرموزي اللون القرموزي القرموزي كان فيه عندي اللي هو طرازين جينيين أول طراز كان R capital R capital ده أول طراز الطراز التاني R capital R small فهنا فيه كان طراز جيني فيه اتنين فعشان كده قلنا على صح رقم B الصفحة المتنحية تظهر بطرازين مظهريين هل لها طرازين مظهريين لا طبعا هو طراز مظهري واحد فقط يعني مثلا اللي هو الظهر اللون الأبيض فهنا مفيش هلا لون واحد بس اللي هو مين طراز مظهر إيه واحد فإذن ديه غلط كده بالنسبة لنا رقم جيم الصفة السعيدة دائما نقية دائما طب ديه كده نقية؟ طب ديه نقية ماشي هل ديه كده نقية؟ مدية اللي هي صفة سعيدة إيه هاجين فإذن ديه كمان غلط رقم ديه الصفة المتنحية تظهر في جميع الأجيال طب لما سألك سؤال هل في أفراد الجيل الأول كان بتظهر معي الصفة المتنحية؟ طبعا لا ده كان بتختفي ده كان بيظهر معي في أفراد الجيل الأول الصفة السعيدة بنسبة 100% والصفة المتنحية كان بتظهر معي بس فيين؟ في الجيل الثاني مش في الأول هنا بقول لي جميع الأجيال خلي بنا كان بتظهر معي في أفراد الجيل الثاني بنسبة 25% فإذن ديه كده غلط رقم هي الصفات الوراثية المتقابلة يعني ما قلت لون كرمز ولون أبيض يسمع صفات وراثية متقابلة يعبر عنها بطرازين اللي هم مظهريين طبعا الكلام ده صح فإذن دي كمان إجابة صح يعني ما قلت لون كرمزي تمام ده طراز مظهري واللون أبيض يبدأ ده اسمه طراز مظهري تاني يبدأ كم طراز اللي هم اتنين إذا علمت أنه يرمز لجين لون البشرة الطبيعية بالرمز اللي هو أي كابتل وجين لون البشرة المهقاء بالرمز اللي هو أي سمول طبعا ديها اللي هي غياب اللي هو صبغة بسميه صبغة الميلانين وده موجود فيه اللي هي الطبقة الداخلية اللي هي بشرة الجلد واللي هو صبغة الميلانين ده هو اللي بيدي اللون بتعمين بتاع الجلد غيابها معنى كده أو بسميها صفقة اللي هي صفقة المهقضية إنه بيكون لون شعره أبيض حتى رموش بتاعته بتاعت عينيه لونها أبيض أي التزوجات التالية تنتج نصف النسل يحمل الصفة السائدة بصورة هاجين يحمل الصفة السائدة بس بصورة ايه هاجين ونص الناس لكمان خلي بنا طيب هو دلوقتي هنا عندي هنا في رقم ألف هل تنفع معايا أنا عندي هنا صفة سائدة وصفة متنحية ولو واحد دلوقتي دلوقتي بنطبق مين منطبق اللي هي قوانين مندل خلي بنا فأنا دلوقتي صفة سائدة مع متنحية المفروض هنا يظهر لي في الجلد ناتج ايه نسبة مية في المية صفة سائدة وإحنا دلوقتي عاوزين ايه مص الناس ليحمل الصفة ايه السائدة بصورة هاجين فإذا دي ما تنفعش معايا رقم بيه عندنا عندي هنا كله سائد سواء ده أو ده فبالتالي هنا يطلع لجميع أفراد اللي هي اللي تنتج عندي كلها ايه سائدة فبالتالي دي كمان ما ينفعش معنا تعالوا كده نشوف رقم جيم رقم جيم طبعا دي أول إجابة صح ليه علشان على الأقل لازم يكون عندي هنا فيه جين متنحي وعندي هنا فيه ايه جين ايه جين اللي هو ايه متنحي يبقى هنا فيه جين متنحي وجين ايه متنحي طب تعالوا نجربها مع بعض كده علاقات مسألة ونشوف يا طرح يطلع لكده اللي هو بيقولي عليه ولا لأ فانا عندي كده الأولاني ايه كابيتل اسمول مع كابيتل اسمول هنطلع كده الأمشاك طبعا ده اللي هو بيه الأمشاكة عندنا هناخد واحد من هنا الاتنين مختلفين هننزلهم هم الاتنين وبرده كنا نفس الكلام أنزلهم هما الاتنين بعد كده اللي هو F أول مع أول كابتل كابتل أول مع تاني كابتل سمول ده مع ده كابتل سمول ده مع ده الاتنين سمول هو عاوز في السؤال والله في السؤال بقول لي إيه بقى بقول لي هنا إذا علامت أنه مهم تنتج نصف النسل يحمل الصفة السائدة بصور هاجين في النصف النسل أنا عندي نصف النسل صفة سائدة وفي نفس الوقت هاجين طبعا ده تسميه إيه اللي هو سائد ناقي وده متنحي يبقى ده نصف النسل 50% فعلا بيحمل اللي هو الصفة إيه وفي نفس الوقت إيه هاجين تمام يبقى ده صح بالنسبة لنا كده ده أول حاج هنيجي بعد كده اللي هي رقم ده نشوف رقم ده كده عند هنا كابتل سمول وهنا تعالوا نجربهم كده مع بعض طبعا ده بالنسبة لنا مش ينفع عشان هي يطلع لي هنا كله قيم وتنحي ده الناس اللي كله هيحمل الصفة فازن ده كده هنركينه على جنب يبقى ده اللي جابة تانية عندنا عشان احنا عاوزين إن جابتين طب طبعا نجربها كده بالمرة عندنا هنا اللي هو كابتل كابتل واللي هنا كابتل سمول نركز كده مع بعض يا شباب عند هنا بيه عند نطلع اللي هو الجي طبعا الاتنين شكلة بعد هناخد واحد ده الأمشاج الاتنين مختلفين هننزلهم هما الاتنين ده المشيجي الأول ده التاني بعد كده اللي هو اف هاخد ده مع ده كابتل ده مع ده كابتل سمول لما جابس كده أنا عندي طبعا ده نسبته 50% وده ي 50% فأنا عندي 50% اللي هو طلع عندي ده فعلا بيكون اللي هو إيه سائد إيه سائد هاجين وده طبعا سائد إيهейств يبقى هنا نص النصي بردك إيه اللي هو بيحمل الصفة إيه بنسبة كم 50% سائد إيه هاجين يبقى كده الإجابة زي ما احنا اخترناها اللي هي رقمين رقم جيم ورقم ايه ورقم دال اختر من القائمة ما يناسب الفراغات الشكل المقابل يوضح سجل ناسب لتزاوج رجل وامرأة كلاهما زي عيون بنية يبقى هما الاتنين عيونهم ايه بنية فظهر احد الابناء زي عيون زرقاء معنى كده ان هما الاتنين العيون بتاعتهم لازم تكون هاجين يبقى هما الاتنين بني هاجين خلي بنا من الكلام لان هنا طالع ايه في الناس اللي عند هنا ايه اللي هو عيون ايه زرقاء فاذا علمت ان جين اللون العيون البنية اللي هو بيه كابتل سائد على جين لون العيون ايه الزرقاء يبقى عند الاب اللي هو عيونه بنية هاجين بكابتل بسمول ده اللي هو الاب والام برضك عيون بنية هاجين تعالى نطلع الامشاج طلع الجين الاثنين هنا مختلفين فنزلهم هما الاثنين. الاثنين مختلفين هنزلهم هما الاثنين. بعد كده اجيب اللي هو الجيل الاول. اول مع اول. يبقى كابتل كابتل. اول مع تاني كابتل سمول. تاني مع اول وابدأ بكابتل كابتل سمول. التاني مع التاني اللي هو الاثنين سمول. دي المسألة اللي هي قدامي. تعال نشوفوها عوزي بقى كده. يرمز للزخور بالمربعات. يبقى كل المربع قدامي ده عبارة مين? عبارة عن اللي هو الزكر. يبقى ده عبارة عن ايه? عبارة عن الزكر. حلو. يرمز لها الناس بايه بالدوائر بكل دائرة قدامي دي عبارة مين? عبارة عن الانسة. احنا اتفقنا دلوقتي بقلنا؟ الهو المتظل القدامه ده اللي هو رقم اتنين ده بيحمل مين الصف على? المتنحية؟ طب مين اللي طلع هنا بيحمل الصف المتنحية؟ طب مين اللي طلع هنا بيحمل الصف على ماتنحية اللي هو قدامي كلSity اللي هو بي سمول بي سمول تمام دي اسمها صفق ايه متنحية يبقى ده عبارة عن مين عبارة عن بي سمول بي سمول وده يرى يعني انسة خلي بالنا تعالى نشوفه عاوزي بقى كده فإن التركيب الجيني للأب احنا عاوزين رقم واحد ده ما احنا لسا ألين بي كابتل بي سمول تعالى كده نشوف الاختيارات طبعا هنا في الاختيارات عندي هنا منكتب لأكس اكس 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 ده معناها اللي هي انسة في ازن ده احنا طبعا ده اب اصلا ده ذكر مفروض اكس 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 اك بسمول بسمول علشان هنا قال هنا ايه الشكل المظل للفرد الذي يحمل الصفة ايه المتنحية والمتنحة اللي هو الاتنين بسمول ربكم فهمنا بالتوفير للجميع رب العالمين ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة والسلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة